اشتركوا في القناة تخص تلك التفاصيل المرتبطة بها لهذا عندما نجد مثل هذه الأسماء نقوم بتقديمها لكم من خلال قناتنا وتوضيح كامل تفاصيلها مع توضيح صحة الجدالات التي تخص هذا الاسم والمثال هنا اسم ويسام المشار إليه في هذا الفيديو بداية هل اسم ويسام للبنت أو الولد؟ ورد اسم ويسام في معجم معاني الأسماء على كونه اسم علم يستخدم للذكور فقط ولكن الاسم قد استخدمه بالفعل العرب لكل النوعين بحيث أصبح يطلق على الذكور والإناث معا مما يجعلنا نقول بأن اسم ويسام للبنت والولد معا وفقا للاستخدام الشائع من العرب وليس معجم الأسماء أي أن اسم ويسام اسم علم مؤنث ومذكر معا معنى اسم ويسام لا يختلف معنى اسم ويسام وفقا لنوعه بمعنى أن الاسم يحمل معنى عينه في حالة كان مستخدما للأولاد أو للبنات وقد جاء معنى اسم ويسام في كلا من قوامس لغة العربية وأيضا قاموس الأسماء وهو جارب طويل الساق وهو العلامة والميدالية التي يحصل عليها المرء نتيجة لقيامه بعمل مشرف أسعد الكثير أي أنه يحصل عليها عن استحقاق وجدارة كما أنه يقال أن اسم ويسام قد جاء من الوسامة أي حسن الوجه والجمال الشديد وهناك معنى آخر لهذا الاسم وهو ما يسم به الحيوان من ضروب الصور للتعرف عليه تحليل شخصية اسم ويسام مثل ما لم يؤثر نوع اسم ويسام في معناه فإنه لن يؤثر في الصفات التي يتحل بها صاحب هذا الاسم بحيث يمكننا تحليل شخصية اسم ويسام لكل من النوعين للذكور والإناث لأن الصفات التي نتحدث عنها تكون نتيجة لتأثير الاسم في صاحبه بينما الصفات الشخصية التي تتكون مع مرور الوقت تختلف من الشخص للآخر أولا إنسان بطبعه شهم وشجاع وجريء ثانيا قنوع وبسيط في حياته ويكره التعقيدات ثالثا يميل إلى الهدوء ويكره التواجد في الأماكن المزدحمة رابعا الفتاة تكون أما حانونة وربة منزل من الدرجة الأولى خامسا الرجل عادة ما يكون زوجا صالحا وقدوة حسنة لأولاده هل اسم ويسام حرام؟ هناك سؤال قد طرح من أحد الآباء والذي يرغب في تسمية طفله القادم باسم ويسام وهو هل اسم ويسام حرام؟ ومن خلال البحث في المواقع المتخصصة في الأمور الدينية قد وجدنا إجماعا من علماء الدين على أن اسم ويسام لا يحمل أي معنى متعارضا مع الدين الحنيف أو أنه يدعو إلى الشرك أو متعلقا بدين آخر غير الإسلام وبالتالي فإن تسمية الأولاد أو البنات المسلمين باسم ويسام أمر جائز ولا يوجد حراج في ذلك من وجهة نظاركم الشخصية هل يصلح اسم ويسام ليكون أحد الأسماء المستخدمة في الفترة الحالية؟ شاركون آراءكم في صندوق التعليقات أسفل هذا الفيديو أعزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء